اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أولنتما المعول المعول في هذا العمل على الله فالله هو الذي ينصر اصدقوا مع الله ولا تصغروا أي عمل فإن الله يكتب للعمل الصادق البقاء كيقول سيد ربي سبحانه عز وجل زياد أما أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفعنا الزيد فيمكث في الأرض اللي ينفع را يمكث في الأرض ويكتب له الله البقاء والخلود ويجعله نبراصا مشي وخمش اليوم سيحيي الله ثمارتاه منكم يخرج الله العلماء منكم يخرج اللي كيعملوا في المأسايا الاجتماعية منكم يخرج الله تعالى اللي يعمل في العمل السياسي منكم إن شاء الله اللي ينصر الإسلام في كل المجالات منكم ومنكم إن شاء الله تعالى رغم هذه القلة متى أردنا وجه الله فإن الله ينمي الثمر قال لك إن العبداء لا يتصدق بالصدقة القليلة بشق تمر فينميها ويربيها كما يربي أحدكم فلوة فيجدها يوم القيامة كجبل أحد كجبل أحد العمل الصالح صادق مع ربي إذن تملونا صدقوا مع الله الثانية التمشوا الوسائل المتاحة قال تعالى وعدوا لهم مستطعت اللي تقدر عليه اللي تقدر عليه الحاجة اللي تقدر عليها ديرها الحاجة اللي كانت متناولتاكم ديرها لا تصغروا أي وسيلة لا تحقرن من المعروف شيئا قال رسول الله لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق شو جاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وخاك تلقاه بوعد وجه أسارير وهو الحمدين متلوق ماشي شايتم معبس معبس ما غادش توعد يجي عندك انتو ما تكونوا بحالاش الثالثة واسمه يا العامل الفلمين كونوا رحمة للناس سعوا الناس بصدوركم وقلشوا في بلايسكم ما يزعفوكم شذو كل يبقوا يطلبوا عليكم الصبروا عليهم من يبقوا يهضروا معاكم خذوهم بالتي أحسن إنكم اللي تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بصدوركم وبحسن أخلاقكم أو وقفوا معاهم ما تقولوا يقولوا خلنا أترك ذك هذي يجيغي عيني يا أخي يا أخي هذ السيط شكون غد يديرو لك باش الناس تحبك بشكون من ذا الذي ينشوروا عنك هذا الصيد هو صبرك وابتغاءك وجه الله تعرفوني ما اسمه وكان يقولوا لي الناس على وحا المقر ولا ما تعرفش تعرفوا اسمه وكان يقولوا يا ما تعرفش إلا درتنا الدرس ما كان عام من جيوه إلا درتنا الدرس وانتعلموا الله ما راحنا جايه هلاش قال لك يا بنا عمي واش راح ندخل للكوميسان ياول ضرب 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 قلتنا راح عندو نفتاة ديال الجنة ما نجيوش حنا قاع أثقلوا ما في ميزان العبد حسن الخلق أثقلوا ما في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق أقربوا الناس مجلسا يوم القيامة من أحاسينكم أخلاقا أكثروا ما يدخلوا الناس للجنة تقوى الله وحسن الخلق وجهت كلها اسمات فضيط أقربكم أثقالكم أكثروا ما يدخل حسن الخلق قالوا ورب منهم دحن بوسمه قال وإنك لعلى خلق عظيم ومنهم قايف يفصلوا يفصلوا الخلق العظيم باش ربطوا والرحمة فبما رحمة من الله لينت لينت لهم لينت لهم سيدا بيك يقول وما أرسلناك إلا رحمة زين للعالمين للعالمين لوليدة صغيرنا رحموهم نحبب إليهم هذه 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 الأماكن طيبة التي يشعوا منها نور الصدق والإخلاص لنربط الناس بربها علينا أن نقود الناس إلى ساحات طاعة الله ورضوان بالتي هي أحسن بالخلق الطيب الكريم بسعة الصدر بالإنصاط إلى المكلومين بالصبر على المحرومين بخدمة المستضعفين إنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم ره ربي ينصرنا ويمكننا مشي شيء بالوسائل اللي ما عندناش الوسائل الحديثة ينصرنا بهذا الضعاف بأدعيتهم من يدعي لك الله من يدينا مشي حاجة روح أولدي روح أبنتي الله يديل الله يديل لك تمشي من الثلاثان تعال نسا يمشيوا للدار العجزة من السمانة للسمانة يمشوا عند الشبانيات اللي يخلاهم ورماهم وولادهم وتمشي تصبر لهم وتمشي تنقل الشبانيات وتقلعي لهم ذاك اللي وسخلي راه تنمع لهم ست أيام عشر أيام هذوك مشي مخلوقين يعاودوا لي للناس ما تمشيش من نبش تشوف انت وتعتبر ها تمشيوا للدار تعالي تامع فهن الإنسان راه يشوف هذا الشي الليل تحت غدا يعرفوا شحار راح نمقصرين في حديث نكمل بنا نختم بهذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليني رسول الله بأن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي في الدنيا في الدنيا شوف غليل تحت وأمرني أن أحب المساكين من ذيك أقول أحبالي وأن أدنو منهم أمرني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم نقرب منهم نقرب منهم ما نبعدش عليهم نقعد دايما المسكين الله يحييني مسكين ويحشرني مسكين ونموت مع المساكين له الله يلقيني مع صحاب الدنيا اللي يشغلوني على ربي ويجوعوني على الدنيا الفانية اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكين وحشرني في زمرة المساكين من هذه الأمة أمرني خليني رسول الله أن أنظر إلى من هو دوني في الدنيا ولا أنظر إلى من هو فوقي حتى لا أزداري نعمة الله عليه وأمرني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم وأمرني أن أصل رحمي وأمرني أن أقول الحق ولو كان مر وقالت عائشة أوصاني رسول الله وقال يا عائشة إذا أردت اللحوق بي إذا بغيت تتلحقي بي وتكني معي في الجنة فلا تجالس الأغنية وجالس المساكين ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه وقال تعالي لنبيه في صورة الكفل التي أمرنا أن نقرأها كل جمعة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد أينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتعمن اغفلنا قلبه وعن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فورطا اصبر مع نفسك مع بلال مع أبو ذر مع فقراء المسلمين الذين يريدون وجه الله يا واسمعتوه إذا انتم ما اللي راح ننجحه لكم هذا النصائح والعمال اللي غادي ينجح ما غاديش ينجح بالنس اللي يجيوا برا ينجح بيكم انتم ما اللي ركوا بديته إذا انتم ما اللي غادي تحملوا الراية والمشعل وانتم ما اللي تكونوا متخلقين بزاف وانتم ما اللي ترحموا الناس بزاف وانتم ما اللي توصلوا مع الناس بزاف وانتم ما اللي توريوا الصورة الحقيقية دي العمل التطوعي وانتم ما اللي تحببون الناس في العمل التطوعي فيقبلوا الناس عليكم حينما يحبونكم وينمسون فيكم الرحمة والخير ما رقاوش نحضروا غير في الهواء نحضروا معكم انتم وصل الله على حبيبنا محمد